ارتدادات ترسيم التعليم بالدارجة أو العامية في السنتين الأولى والثانية من الطور الابتدائي لا تزال تضرب صميم النقاش داخل المجتمع في الجزائر فقرار وزارة التربية الذي جاء على لسان الوزيرة نوريا بن غبريطة طرح مجدداً واقع تدريس اللغات في المنظومة المدرسية وعلاقتها بواقع التطور والحدثة واقع يقول عنه الكثيرون بأنه لا يمت بصلة مع الجزائر بعض الفاعلين طرحوا مطلباً على شكل عريضة مفتوحة للوزير الأول عبد المالك سلال من أجل تحويل اللغة الإنجليزية إلى أول لغة أجنبية في الجزائر تعاملاً وتدريساً هذه اللغة التي فرضت نفسها على العالم وأصبحت مستحوذة على موازين القوى العالمية في الاقتصاد والتكنولوجيا وتحتل واقع التعاملات الدبلوماسية الدولية أصبحت تعاني تهميشاً مكرساً في الجزائر مقارنة باللغة الفرنسية هذه الأخيرة تحتل حصة الأسد كلغة أجنبية يصفها البعض بأنها سفيرة فوق العادة في التعاملات الإدارية وحتى الرسمية في بلادنا حساسية موضوع الهوية في الجزائر كرسه بصورة لا غبار عليها قرار وزارة التربية وأعاد إلى الأذهان واقع الصدام الأيديولوجي بين المعربين والمفرنسين في الثمانينات والتسعينات لكن البعض رأى الخلاص في الاهتمام باللغات الأجنبية وعلى رأسها لغة شيكسبيرا الإنجليزية ووجه مقترحه إلى صناع القرار التربوي والمدرسي ترجمة نانسي قنقر